رئيس الوزراء العراقي وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس وصار بينه وبين الرئيس الفرنسي ماكرون لقاء ووقعوا تلف عقود تلف اتفاقيات ذات طابع اقتصادي يعني لها علاقة بالتعليم وبالزراعة وبمترو بغداد وغيرها لكن من ذكرت أرقام بها وطبعا هذا الأمر مثير للجدل بالتأكيد وزيارة السيد مصطفى القاظمي ده تجي في فترة يعاني منها العراق من مشاكل اقتصادية من تخبطات سياسية خطيرة جدا خاصة بعد الأمور اللي صارت مؤخرا اللي قامت بها الميليشيات وطبعا اتهامات خطيرة جدا للميليشيات بأنه هي سوتها فعليا هسا هذا الأمر وهذه تفاصيل العقود اللي وقعها السيد مصطفى القاظمي واللي ده يهدف أن أيضا يحققها مع ألمانيا ومع بريطانيا حجب بيها وصرح بيها مستشار السيد مصطفى القاظمي اللي هو هشام داود ونطة تفاصيل عن الزيارة الفرنسية تحديدا شوف شون اللي قال قال الكاظمي سيوقع مذكرات تفاهم مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأن الكاظمي طلب دراسات للمشاريع وأبرزها المطارات ومترو بغداد وأيضا أضاف السيد هشام داود قال الزيارة جاءت بسبب رغبة العراق بلعب دور محوري وريادي في المنطقة فضلا عن أهداف اقتصادية مثل الحصول على قروض طويلة الأمد ومذكرات تعاون في مجالات الزراعة والصناعة فمعنى ذلك أنه سيد مصطفى القاظمي فعليا رح يسوي نفس هذه الاتفاقيات وهو متوجه أيضا إلى قروض مثل ما قال السيد هشام داود اشكت قيمة هذه القروض شنو سبب هذه القروض أكيد نعرف كنا كعراقين شنو سبب القروض وأنه فعليا عندنا عجز في هذا الموضوع لكن فيما يتعلق بفرنسا فرنسا عدها وجهة نظر استراتيجية رادة تبني هوية العراق من 2017 من يوم اللي انتصر العراق على تنظيم داعش الإرهابي وحطوا شرط لهذا التعاون وهذه العلاقة الاستراتيجية حيث يدخلون بشركاتهم مو بس هم وأنما المجتمع الدولي كله يدخل من أجل إعادة عمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي ففي تاريخ 2012-2017 شوف ماكرون شنو اللي قاله شنو الشرط ماته قال من الضروري أن يكون هناك نزع تدريجي للسلاح المنفلت وأن يتم تفكيك جميع الميليشيات تدريجيا اللي صار طبعا العكس تماما من هذا الموضوع بدل ما تتفكك الميليشيات وتعاد هيبة الدولة من جديد ترسخ وضع الميليشيات وصارت الميليشيات تحرق مقرات هسه وتضرب صواريخ وتعلن هدنه وتقتل طفلة ريدة وتقتل تريدة وصار يعني خلاص القضية أصبحت مستباحة وللأسف يعني حكومة السيد الكاظم إذا تواجه هذا التحدي نفس الوقت الحكومة ولا حكومة قدرت من هذه الفترة لا حكومة السيد العبادي ولا حكومة عاد العبد المهدي ولا الحكومة الحالية حتى هذه اللحظة في ردع هذه الميليشيات وإيقاف تصرفاتها الهوجاء اللي المجتمع الدولي غير راضي عنها رسالة ماكرون اكتملت بشكل أكبر وعاد وكرر هذه الرسالة من جديد في زيارة الأخيرة إلى بغداد من أول مؤتمر صحفي البعض يقول يعني ماكرون جاء أربع ساعات بس بهذه الزيارة شنو اللي سوا يعني ما يقدر يناقش الكثير من الأمور لكن هو كان هدفه أن يوصل رسالة ووصلها للرسالة مثل ما قلنا بأول مؤتمر صحفي شوف شنو اللي قاله وخاصة بالمؤتمر الصحفي اللي صار مع رئيس الجمهورية برهام صالح قال عليكم أن تقودوا مرحلة انتقالية طبعا وجه هذه للرئاسات الثلاث ويجب عليكم بناء سيادة عراقية تحملونها أنتم وعندما يختمر هذا المشروع ستقف فرنسا بجانبكم المشكلة هالرسالة لما سواها هو ماكرون بعد ذلك الدهور الوضع بشكل أكبر صواريخ الكاتيوش ازدادت البعثات الدبلوماسية الدهور وضعها السفارة الأمريكية أغلقت يعني بشكل مبدئي بقرارها المبدئي ودخل العراق في قضية هذه الأزمات إلى أن ندخل في العزلة الدولية ولذلك يعني هذا الأمر طبعا مقلق جدا في طبيعة شون رح تنجح زيارة السيد الكاظمي إلى فرنسا وإلى ألمانيا وإلى بريطانيا هناك قلق كبير جدا والمقلق بشكل أكبر أنه شلون هذه العقود اللي دي وقعها الآن السيد الكاظمي في أوروبا رح تنعكس على الأرض بشكل إيجابي لأنه سيد الكاظمي من راح إلى أمريكا وقع مع خمس شركات أمريكية ممتازة ومميزة ومحترفة ومختصة في مجال الطاقة والكهرباء وغيرها بثمانية مليار دولار وما قدروا يجون إلى العراق ولا قدروا يشتغلون بسبب الميليشيات وبسبب عدم قدرة الحكومة على السيطرة عليها على الرغم السيد الكاظمي في وقتها قال بصريحة العبارة إحنا رح نحاول أن يعني نزيل كل المعاوقات أمام الشركات الأمريكية اللي كيتعمل في العراق لكن هذا الأمر مصار فلذلك أكو قلق مهما ستكون هذه العقود شبيرة صغيرة متوسطة يجوز أكو احتمال ما تنعكس على الأرض وعلى واقع الأرض ومثل ما قلنا المشكلة الاقتصادية اليوم اللي ديعاني منها العراق خطيرة للغاية يعني اليوم صدق النقط الدولي شنو اللي قال على هذا عن العراق تحديدا قال العراق يواجه ركودة اقتصادية بنسبة 12 بالمئة بالإضافة إلى فقدان البلاد 50 بالمئة من إيراداته المالية بالإضافة إلى ذلك إحنا أصلا عندنا عجز في ميزانية 2020 هذا العجز يصل إلى 68 مليار دولار وأيضا عندنا بطالة يعني إحنا حقيقة الأرقام اللي تجيين منه الأرقام الحكومية من وزارة التخطيط تحديدا من نطلع عليها يعني يتقول يعني البطالة بين الشباب هي تقريبا 25 بالمئة إلى 20 بالمئة لكن في واقع الحال اللي تريدينج إيكانوميكس وغيرها من المصادر المهمة تقول البطالة بالعراق بين الشباب اللي هو يعتبر الخزين الضخم في العراق الشباب ترى نسبة كبيرة جدا من تعداد السكان العراقي هما من الشباب يصل إلى 40 بالمئة أو أكثر حتى من 40 بالمئة وهذه خطيرة جدا ودينا نحكي إحنا على ناس اللي يعيشون تحت خط الفقر فلذلك اليوم أكو تشكيك وتخوف من أن قضية العراق قد تسقط وقضية العراق قد يقع في مشكلة خطيرة ما يقدر يطلع من عندها ولا تقدر الدول الأجنبية أن تساعده اشتركوا في القناة